الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة للشام فضائل كثيرة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن فضائل الشام أن الله عز وجل يشتبي إليها خيرته من خلقه ومن هؤلاء الذين أكرمنا الله عز وجل بهم واشتباهم لأرض الشام الإمام العلم الشيخ عبد القادر الأرنوط رحمه الله قدر صيقل الذي أكرمنا الله عز وجل وأتى به من كوسوفة أثناء اطهاد الصربي للمسلمين في كوسوفة في ذاك الزمن أكرمنا الله عز وجل بهذا الإمام العلم الذي كان داعية إلى الله عز وجل بسمته وأخلاقه قبل مقاله كنت قد تردد عندي النظر في منهج الذي أسيره عليه وبين منهج الشيخ الذي أسمع به رحمه الله وكلما أهممت أن أزوره حذرت منه إياك أن تذهب إليه وقدر الله عز وجل أن أجتمع به في حفل زفاف أحد الإخوة في بلدة كناك البري في دمشق جلست وجلس الشيخ عن يساري رحمه الله وما كنت أعرفه فقام عز وجل الحفل تكلم بكلام طيب ثم توجهنا إلى طعام الغداء فأكل الحضور لكن لفت نظري الشيخ عبد القادر رحمه الله أكل لقيمات ثم ابتعد جانبا فقلت سبحان الله هذا الرجل البسيط يبدو عليه أنه من أهل الله كما يقال قال يلطيب فسلمت عليه وسألني عن اسمي لكن ما سألته من أنت ثم توجهنا لنكمل الحفلة فقام عريف الحفل ورحب بالحضور ثم قال أرحب بعالم الشامي ومحدثها الشيخ عبد القادر الأرنقوت رحمه الله فاستغربت سبحان الله أنا سمعت من عريف الحفل ذما للشيخ عبد القادر قبل هذا اللقاء وكان يحذر منه ومن منهجه فاستغربت وقلت سبحان الله سألت الأخ الذي عن يميني وكان يكن بأبي عادل قلت يا أبو عادل وين الشيخ الأرنقوت قال هاد لي عيسارك هاد؟ قال نعم فسلمت عليه وعرفته عن نفسي وقلت يا شيخ أنا في حدة من أمري عندي اضطراب فقال زرني غدا في مكتب بعض صلاة العصر فقلت سأفعل بإذن الله فعلا صليت العصر في مسجد المنصور ثم توجهت إلى مكتب الشيخ رحمه الله جلست بين يديه وتكلمت وأدليت بالشبهات التي كانت في صدري فحلها لي بكل بساطة سبحان الله العظيم قلت هكذا قال هكذا فقلت جزاك الله خيرا يا شيخ بما تنصحني فنصحني بأن أتبع أثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن لا أحيد عنهم وعلي بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم فهداني الله عز وجل بالشيخ عبد القادر الأرنقوت رحمه الله وأني لا أسأل الله عز وجل أن نجعل كل كلمة أنشرها نصرة لدين الله في صحيفة هذا الإمام العلم أسأل الله أن يرحم الشيخ عبد القادر الأرنقوت وأسأل الله أن نجعله في جنات النعيم وأسأل الله عز وجل أن يخرف الشام عنه خيرا اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته